كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن تعظيم الاستفادة من أصول دولة مستمر وأن دولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصحبة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر والدولة منفتحة وتشتغل وتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية كل ده علشان ندبر السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة التي كنا نعاني منها في موضوع العملة الصعبة ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملكة للدولة